أن فيه تصريح كنا قد نشرناه قبل 4 أو 5 سنوات لمعمر فراح صحفي بالسوار دالجيري أحد كبار الاستئصاليين اللي حضروا لقاء مع خالد نزار ومحمد تواتي أيام قبل الانقلاب ربما في حدود 6 أو 7 جومبي يقول لهم فيه نتوقع مقتل 60 ألف كان خالد نزار وكمشة الجنات اللي معاه يعرفون أن الأقل شيء كان سيقتل 60 ألف جزائري 60 ألف جزائري وأقدموا على الانقلاب للأسف الرقم كان أكثر من ثلاث مرات ناهيك عن الأضرار الأخرى البشعة بما فيها الدمار للاقتصاد والشركات الشركات اللي من بعد أكثرهم شرها بدنار رمزي ويحيى أصحابه هذه حقيقة مرة نتعلم منها درس وهو درس وهو دروس أول درس لا أمان إطلاقا لكبار الجنرالات كانوا آنذا كان الشادلي كان الشادلي عسكري وكان عقيد وقبل ما يديروا عليه الانقلاب كان لم خير فيهم ما يتحركش معه لم خير فيهم ما يتحركش معه برغم أن الشادلي طيب وعاقل لكن كان مرة مرة يقوم بعمليات قطع رؤوس في الوظيفة يعني إطاحة مثلا وهذه كانت واحدة من أكبر أخطاءه لكنها قد حدثت وهو الإطاحة بالجنرال لكن ذكر اسمه اللي كان في الحقيقة قائد الأركان وكان ثاني شخصية في الجيش بعد شادلي بن جديد اللي كان نفسه وزير الدفاع لكن حينما أعطى وزارة الدفاع إلى خلد نزار بعد الانفتاح الديمقراطي كان الشادلي بن جديد يرتكب واحد من أخبر الأخطاء في نفسه وفي حق الجزائر في حق نفسه وفي حق الجزائر ولماذا كان يرتكب ذلك في الحقيقة الشادلي بن جديد كان يعرف من هو خلد نزار وكان يعرف أنه أحد كابرانات فرنسا وكان يعرف أن محمد شعباني رحمه الله أعدم في سبتمبر 64 لأنه قال يجب تطهير الجيش من ضباط فرنسا ومن كابرانات فرنسا وكان يعرف شادلي بن جديد أن الكاردينال العربي بالخير أحد كبار المنظرين لانقلاب واللي حكم البترة كلها مع الشادلي بن جديد صانع رؤساء كما سميه فيما بعد كان يعرف أنه احد كابرانات فرنسا وكان يعرف أنه جنيزي هحد كابرانات فرنسا وكان يعرف أنه زي الأحد كبرانات فرنسا كان يعرف كل هؤلاء لكنه مع ذلك جابهم وأعطاهم أعلى المناصب فهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الحقيقة في اختياره لأنه عندما تكون رئيس عندما تكون الحاكم وتختار من يساعدك على أداء المهمة للحكم فإن من أهم ما يجب أن تعرفه هو كيف تختار الذين معك الوزراء والقيادات خاصة القيادات العسكرية باعتبار أن بلداننا تخضع لحكم العسكر بشكل أو بآخر والعبرة الثانية هو أنه إذا لم يكن هناك تحكم حقيقي ما يعرف بالتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة التحكم المدني الحقيقي في القوات المسلحة فإن الذي يكون عنده المدفع تكون عنده الدبابة تكون عنده الرشاشة يعتبر نفسه رومبو ويتحرك على هذا الأساس إذا جاءته الفرصة شهد المجديد ليس بسيط كان حكم من 79 إلى 92 كان رئيس ويعرف التفاصيل ويعرفهم ويعرف كل شيء ولكن حينما خرج على الإطار وهو أن يقبل الشعب الجزائري كان يختار برلمان حتى مش حتى رئيس يعني الانتخابات التي ألغيت هي انتخابات برلمانية حينما قبل بذلك فإن كبار جنرال تفقوا جميعهم على استثناءات قليلة كما يقول جنرال بن حديد في اجتماع النعجة الشهير في 28-29 ديسمبر 1991 اجتمعوا على استثناءات قليلة على وقرروا الانقلاب طبعا القايد صالح كان معهم فقط للتذكير كان معهم وكان من كبار متحمسين للانقلاب لأن بعض المرات بعض النوفمبرين الباديسيين يركز وكان الانقلاب هما يزعمون أن نوفمبرين باديسيين وكان الانقلاب قاموا فيه فقط كابراند فرنسا لا قاموا به كابراند فرنسا صحيح لكن كان معهم بعض الباديسيين بعض المخادعين باسم الباديسية النوفمبرية وعلى رأس هؤلاء كان القايد صالح ومرة أخرى أنا أقول لنظرك حينما أذكر القايد صالح رهو مات لكن حينما أذكره أو قتل ذكره أي كان كثير يبدأت تزيد الكلمة الأحاديث خلينا نحتفظ بالرواية الرسمية نتاحهم أنه مات حينما نتحدث عليه سنتحدث عليه على دوره باعتباره كان أحد كبار لاعبين أو اللاعبين الرئيسيين في الأحداث وأنه كان من مناصر الانقلاب وغيرها وقايد القوات البرية وغيره إذن باش نعود للعبرة الثانية هو أن التحكم المدني في اللي عنده سلاح ضرورة وضرورة مطلقة إذا أردنا للوطن أن لا يقرق الأمر الثالث والواحدة الثالثة يجب أن لا تخدعك الشعارات الذين خدعوا بشعارات حماية الديمقراطية وحماية الجمهورية اكتشفوا مما بعد الحقيقة وكثير منهم دفعت ثمنهم أيضا بل أن بعض الذين ساندوا الانقلاب اضطرت المخابرات مخابر التوفيق أن تقوم بأعدامهم أن تقوم بقتلهم ونسبة ذلك إلى الجماعات المسلحة الإسلامية المسلحة حتى تتخلص أو تضرب عصفرين بحجر بل أن وفي هذا ممكن نرجع لكتاب إليزابيت بورغمان وهي إن مور ألا لاتر لوكاء هذا الكتاب هو عبارة عن حوار مع سعيد مقبل الشهير آنذاك بمصمار جحا الشهير بمصمار جحا واللي كان يكتب ديزي دي تو كان يكتب مقالات أو افتتاحيات في الماتين وكان أحد ربما أبرع الكتاب بالفرنسية في الجزائر يومها ليس هو فقط فالحقيقة كثيرين ممن ساندوا الانقلاب دفعوا الثمن وثمن غالي جدا ومرات حينما لم يدفعوه في في أنفسهم دفعوه في أحزابهم ولا على سعيد سعدي إذا حدثناه عن خليد مسعودي يستطيع أن يتحدث الكثير والكثير جدا وقد كان هو من أكبر مناصر الانقلاب يومها أنا لا أريد أن أعود خاصة الآن في هذا الجو المفعم بين الجزائريين لتوجه إلى بناء الدولة المدنية لا أريد أن أفتح هذه الجراح وإنما أريد فقط أن نستفيد من الدروس حتى لا نخدع مرة أخرى لا باسم الجمهورية ولا باسم الديمقراطية ولا باسم النوفمبرية ولا البديسية الجنرالات لا يعرفون أي شيء من هذا يعرفون السيطرة على البلاد حكم البلاد باعتبارها ملكية خاصة لهم والتصرف فيها على هذا الأساس إنها ليست أسماء فقط هؤلاء الجنرالات إنها نظام عقلية سلوك طبيعة سارت في عروقهم في عروق كبار عسكر الجزائر من أن البلاد لهم ويتحكمون فيها كما يشاءون وما زالوا يفعلون ما زالوا يفعلون والأوضاع اليوم لا تختلف إطلاقاً عن ذلك الوضع حتى وإن اختلفت في بعض تجلياتها أو في بعض تمظهراتها كيف هو الحال اليوم؟ في الحقيقة كل المعلومات التي لديها تقول أن ازداد عدد المهيمينين من الجنرالات ومن العقدة داخل رئاس الجمهورية وداخل رئاس الحكومة وحتى الحكومة هذه أكثر من نصفها اختاروا الجنرالات والنصف الثاني اللي جبيه تبون أو جبيه هذا وزيره الأول بالمناسبة وزيره الأول هذا قال لك أنه أنه سعيد وأنه تعلم في مدرسة علي هارون وخالد نزار هذه وحدها كان تعطي درس حينما تأتي بشخص يقول أنه تعلم في مدرسة خالد نزار وعليه هارون أن تعرف العقلية أنت هذا رئيس الحكومة سعود له سعود له في الوقت المناسب وبتفاصيل كثيرة لكن في الوقت الراهن فقط هذه باش نرجع للجماعة النوفمبرية والبديسية اليوم إذن قلت النصف الثاني من الوزراء في الحقيقة لا تبون ولا جراد النصف الأول لا تبون ولا جراد كلهم في دخل والنصف الثاني كان بموافقة كبار جنرالات رغم الناس من ذاك يجيبوا أسماء مثلا هذه اللي عينوها وزيرة بيئة على أساس أنها كانت مسؤولة في في تكنة شرشال ولكن اللي ربما ما عرفوهش الكثيرين هو أنها ليست فقط لم تكن مسؤولة فقط في تكنة شرشال وإنما كانت زوجة جنرال وما زالت زوجة جنرال وغير يعني غير أكثر من عشرين وزير جاءوا بعلاقاتهم وارتباطاتهم بكبار الجنرالات وكما يكون جنرال أحيانا يكون عقيدة مخابرات ترجمة نانسي قنقراتهم